سلام عليكم قصتنا الليلة من قصص البادية الجميلة وكما عودتكم كل فترة والثانية نروينا أكمن قصة من قصص البادية وقصص الزمن الجميل لذلك قبل أن نبدأ في سرد أحداث هالقصة أحب أذكر الإخوان والأخوات باللايك واللي أول مرة يسمعنا الاشتراك في القناة فضلا ليس أمرا فيه رجال ينقال له بصري الوضيح الشمري هذا الرجال شاعر ومشهور بالغزل رجال يحب الغزل وقولاته اللي يقولون رجال هواوي يحب الهوى ويحب النساوين والله سبحانه وتعالى بالي يحبلوا بهالسالفة والرجال دائم يقول قصايد وقصايده كلها غزل في النساء وطبعا بالنسبة ليحب النساء كل الرجال يحبون النساء بدون استثناء الرجال اللي يقول لك ما حب النسوان حيشة من عندي يقولوله أنت واحد منت صادق هذه سنوة الحياة يعني لكن في بعض الأشخاص يعني تلاقي عندهم مبالغة في هذا الأمر تلاقي الواحد هواوي زيادة عن اللزوم ما يقدر يكتم هذا الأمر ولا ما يقدر يتحمل إذا مرت مثلاً وحده جميلة لازم تلاقيه حتى لو أنه يساوي بعض الحركات يتصرف بعض التصرفات يعني ما يقدر يضبط نفسه ويضبط إعداداته لأجل أنه ما حدا يلاحظ عليه الرجال هذا بصري الوضيحي رجال هواوي زيادة عن اللزوم ويحب النساء ويحب يتغزل فيهم وخصوصاً النساء الجميلات والرجال هذا راحت فيها الأيام والأشهر والسنين الحد ما صار رجل طاعن فيه السن لكن ما كان تايب عن التغزل فيه النساء وفي هذا الوقت كان الوقت أيامها يعني يقرب الحج وقرر بصري الوضيحي هذا اليوم أنه يروح على الحج يحج بيت الله الله يطعمنا وإياكم ويطعم كل مجتهي يا رب قال لك خليني أروح أحج وأكفر عن ذنوبي وأتوب لله عز وجل وأبطل هالسوالف والرجال الحاله ما يقدر يروح خبر واحد من أبنائه قال ودي أروح على الحج قال الأمر والطاع يايبا وفعلا الرجال هذا يقوم يجاهز نفسه هو وأبنه وراحه على الحج وراحه وتخبرون أنتو شعائر الحج بعد ما سعى وطاف وجه على الحجر الأسود وديه يقبل الحجر الأسود لكن كان المكان مزدحم جدا نساء ورجال وهذا اللي وديه يقبل الحجر وهذا وديه يلمس الحجر وروس هالبشر متقاربة من بعضها وضايع الطاسة فبصري هذا الرجال تزاحم مع هالناس مثله مثل هالناس هو وأبنه ولما وصل للحجر يريد يقبل الحجر ويجي بينه وبين الحجر فتاة جميلة جدا الفتاة هذه طبعا محتشمة وفيه مكان مقدس تريد يتقبل الحجر وفيها اللحظة السريعة تجي عيون أو نظر بصري الوضيحي على خد البنت هذه ولا الخد يلمع هذه اللمعة ويقوم بصري بدال ما يحب الحجر يحب خد البنت بس خدها والبنت هذه شافت الرجال يبوسها بالحج لا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم قالت يا شايب حج يا شايب انت منت شايف يعني قام ولد بصري حاول أنه يرقع الموضوع ويضبط السالفة قالها يا أخيتي عذري هذا شايب مهذري وما هو عرفان شنو قاعد يفكر خده شي فكره هو الحجر والبنت يعني شافت بصري الوضيحي رجالا شبير وقالت يا شايب انتبه يا رجل احنا في مكان حج مكان مقدس انتبه يعني وما أخذت وعطت فيها الموضوع وبصري الوضيحي اخجل على نفسه وقالها يا بعد حي ازلقت الحبة أبيها بالحجر وصارت فيتش وصار هذا مثل الناس صارت تقول ازلقت حبة الشمري ويوم رجع بصري الشمري بعد ما خلص الحج والأمور عال العال رجع وجدت الناس انتهنيه وتحمد له بالسلامة ولما جدت هالناس هذه على الرجال السلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله بصري ها الأخبار العلوم وشلون شان حجكم ان شاء الله ما تعذبت ان شاء الله ما يعني تعبت بهالحج ويقول بصري يقول بيتين من الشعر يقول بصري الوضيحي يا ليتنا من حجنا سالمينا كان الذنوب اللي علينا خفيفاتي رحنا نبي نخفف ذنوب علينا وجينا وعليها كثرها عشر مراتي الرجال يقول يا ليتنا ما رحنا وكانت الذنوب خفيفة لكن رجعنا والذنوب مدبلة عشر مرات المهم الأبيات الشعر هذه وسالفة ازلقت حبتها شمري صارت مثل اليومنا هذا الناس تدولها لكن مو هذه قصة الليلة قصة الليلة حصلت أحداثها في المملكة العربية السعودية وتحية لأهل المملكة العربية السعودية ووليهون السامعين جميع وحصلت أحداث هالقصة أيام الزمن الجميل أيام الناقة وأيام الجمل وأيام الفرس وأيام الخيل في منطقة ينقلها صحراء أو بادية الصمان في المملكة العربية السعودية معروفة هذه البادية بادية على مساحات واسعة جدا وصحراء كبيرة فيها البادية فيها رجل ينقل له أبو محمد أبو محمد هذا من أحد يعني أبناء القبائل والعشائر اللي عيشون في بادية الصمان في هذاك الوقت والرجال هذا أبو محمد رجال شبير عمره تقريبا بال 65-70 سنة وكذلك أمه محمد امرأة كبيرة في السن وجاههم ولد وحيد والولد هذا يعني صار في سن الزواج وهذولا شايفين محمد وماهم مصدقين يحاولون مع محمد يا محمد خلينا نزوجك يا أوليدي احنا صرنا كبار بس سن وودنا يعني مرأة أو امرأة أنها يعني تساعد والدتك في أعمال بيت الشعار والحليب والأكل والخبز قبل يخبزون الخبز على الصاج وعلى التنور ما هو مثل اليوم كله من البقالة ولا من السوبر ماركت أو ألو ودي كذا ولا كذا كله يجي لعندك على البيت قبل لا كله صناعة يدوية وطبيعية مية بالمية المهم يحاولون مع محمد من هناك يا محمد محمد في البداية يقولهم والله ماني متزوج ما عنديني يطولوا بالكم وكل يوم والثانية أبو محمد وأمو محمد تعال لهين يا محمد شوف بنت عمك فلان والله إنها بنت ولا كل البنات وهذه البنت من جماعتنا وكذا وأحسن منها ما تلاقي خلينا نخطب لك ياها وتزوجها على سنت الله ورسوله يا ولادي وخلينا نشوف ذريتك قبل لا نموت قام محمد يحاول يختلق أعذار من هناك لكن محمد عنده سالفة محمد رأيض لوحدة من قبيلة أخرى وهذه البنت بنت جميلة جدا وأبوها وجيه من وجهاء العرب ومحمد حاصل بينه وبينها الفتاة علاقة حب شريف ونظيف يلتقيه وياها على غدير المي لما تروح تجيب مي ويبادلون عبارات الغزل وعبارات الحب وشباب يعني توهم ومفتعين على ها الدنيا وعندهم الدنيا ما تسوى يشرب صلاة وهذا محمد ما هو شايف بناتها القبيلة كلها ما هو شايف إلا هالبنت هذه والبنت في قمة الجمال جميلة ومزيونة وبنت عالم وناس وحسب ونسب وعينه ما هي على بنت أمه ولا على قرائبه فيها ذاك اليوم قدمة الأب أبو محمد وأمه محمد يضغطون على الولد يا ولد علامة ما كنتش عندك سالفة ش عندك علوم قال والله يا يبا ما عندي من الأخبار والعلوم ألا أنه أنا أريد فلانة بنت فلان يا ولد الجماعة هذول ما إحنا قدهم وجماعة الله معطيهم وإحنا يعني حالنا على قده وش ما أخذك على هاتجماعة أشوف بنت أمك يا ولدي قالهم والله ما أخذ لها البنت يا يبا أذا ودكم يعني أتزوج تروح تخطب للبنت ولا يعني ما ودي بنت أمي الأب والأم في البداية أرفضوا هذا الزواج لأنه ممكن أهل الفتاة أهل البنت هذه رح يطلبون مهر غالي وقاله يا ولدي إحنا ما إحنا قدها الحمل والمثل يقول على قد بساطك مدرج ليك لو إيش أنت تروح عندك بنات عمك كل واحدة تقول أنا أحلم للثانية ومحمد هذا يقول الأبو والله يأيب وعاد القلب وما يهوى أنا هويانها البنت ورايدها ووعدها بالزواج وما لي نفس ببنات عمي أحسهم مثل خواتي قال على بركة الله يا ولدي لكن الحالة المادية للرجال أبو محمد ومحمد أبو محمد هذا ما عنده غير ناقة وحيدة أو عنده شم راس غنم وشم راس معز يعني يحلبون منهن وياكلون ويشربون وعايشين ومستورين ولله الحمد ويقومون يروحون هذاك اليوم على أبو البنت السلام عليكم وعليكم السلام قالوا طالبين البنت فلانا الولدنا محمد على سنة الله ورسول وقال حياكم الله يا أهلا وسهلا لكن احنا حملنا ثقيل يا أبو محمد تقدرون على الحمل قال والله إن شاء الله الله يقدرنا يا أبو فلانا قال أنا ودي مهر بنتي الناقة اللي عندكم يا أبو محمد يا محمد ودي ناقة أبوك صار أبو محمد يلفت على أولده محمد يعني بما معناه يسولفوا بلغة العيون إنه قلت لك إحنا ما إحنا قدر رجال هاد صحيح الناقة هذي بالنسبة له ولا شيء لكن بالنسبة لنا كل شيء فيها الحياة هذا الناقة اللي لما نتنقل ودنا نروح على المدينة ولا ودنا نروح على مكان ولا ودنا نهد البيت وننتقل من مكان الآخر نحمل على هالناقة وانت الآن حطيتنا في موقف لا نحسد عليه موقف محرد جدا وبنفس الوقت هالناقة هذي ما نقدر نخلى عنها قالوا على بركة الله يا أبو فلانة خلنا نشاور بعضنا وهالناقة هذي تعرف أنت ما عندنا غيرها قال والله ما أدري هذا اللي جاكم مهر بنتي هو الناقة اللي عندكم قاموا بمحمد ومحمد رجعوا على بيتهم ومحمد يضرب أخماس بأزداس لأنه أبوه ما رح يعطى الناقة والناقة هي هذه واسطتهم وتنقلهم وحلهم وترحالهم المهم لما رجعوا على البيت قال يا ولدي قلت لكاني الرجال هذا ما إحنا قد حمله إحنا شفت شلون طلب الناقة قال يا يبا تكفى يا أبوي حبيب تقلبي وأنا أريدها وإحني الناقة يا أبوي قال ما عليش توكل على يا أولادي وعين خير إن شاء الله الرجال هذا أبو محمد رجال فطين ورجال داهي من الدواهي ومار عليه من التجارب من تجارب هالحياة في هالصحراء ويا ما مار عليه الشغلات ما هي مرة على ولده محمد وفيها ذاك اليوم قال يا ولدي يا محمد ودنا نطلع أنا وياك على أخي الصحراء ودنا نطلع رحلة أنا وياك يعني رحلة قنيس قال بشرب عزكيبة والخطبة والعروس والناقة قال لاحقين عليها البنت عندها هلها وما حد مزاحمك عليها وأصلا يا ولدي الخبر أنت شربين هالعرب ويا بنت قولي لم تش محمد خطب فلانا ويا ولد ما حد مزاحمك عليها ولا حد مقرب لكن الآن أنت دب راسك وأبوها طال بناقة الآن خلنا نروح على هالصيد نفضلي بالنا أنا وياك أو بعدين يخلق الله ما يشاء يا ولدي المهم فيها ذاك اليوم الدنيا الصبح جهزوا قربة المي وجهزوا التمر وجهزوا اللبن وجهزوا لهم زوادة وركبوا على هالناقة وقالوا يا كريم الشايب طبعا أبو محمد هذا له غاية من الرحلة هذه لأجل يعطي درس الابن محمد المهم مشوا هذاك اليوم ظلوا يمشون لحد ما صارت الدنيا الظهر والناقة هاي اللي عنده محمد من النوقة السريعة والإبل اللي نوعيته يعني من سلالة نظيفة وأصيلة اقطعت مسافات شاسعة جدا وصلوا هذاك اليوم والدنيا قحط وحر شديد وشوب وصارت الدنيا تقريبا الساعة واحدة ثنتين الظهر قال يا ولدي خلينا الريح الآن نريح لنا شوي والظاهر انه هالديرة هذه الظاهر فيها صيد فيها غزلان فيها يعني لعله وعسى انه ما نفلس يا ولدي والدنيا رايح تقبل على تالي نهار علشان نصيدلنا صيدة بلشي نصيدلنا غزال نصيدلنا أرنب نصيدلنا طير قالوا على بركة الله وينوخون الناقة بالأرض وقعدوا لهم شوي شربوا لبن وشربوا مي وقعدوا شوي صارت الدنيا براد ويقوم الشايب هذا المحمد قال يا ولدي الآن انت روح باتجاه الشرق وانا راح اروح باتجاه الغرب وانت ابحث لك عن طريد عن صيد لا روحنا انا وياك في نفس الاتجاه يعني ممكن ما نكسب وما نغنم لذلك اذا روحنا كل واحد باتجاه احسن قال الامر والطاعي ايبا امحمد هذا حط باروتو على ظهروه وتوجه باتجاه الشرق والشايب توجه غرب ومحمد ما هو باله لا صيد ولا هو باله غزلان ولا هو باله هالدنيا كلها امحمد باله حسين تدل المهم الشايب خلى امحمد الحد ما مشاله مسافة وصار يعني اه ما عاد اذا التفت ما عاد يقدر يشوف الناقة ابعد مسافة شوي والشايب كان يمشي على مهالو الحد ما محمد بعد انه نظره معد يبين ويرجع على الناقة ويفلت الناقة كان معقلها فلتها فكع قال الناقة وتركها والناقة هذه تعرف ترجع على بيت ابو محمد وطبعا الناقة محمل عليها المي اللي يشربون منها والزاد اللي ياكلون منه وفلتها الشايب وراحت في حال سبيلها رجعت على الاثر وشايب قعد في مكانه يستنى أولده محمد بعد ساعة زمان ساعة ونص شوي وإلا جاي محمد من بعيد ولا ما في غير ابوه هايب عسم وين الناقة وين راحت قال والله يا ولدي الظاهر انه معقلناها زين وظاهر انه الناقة فلتت ورجعت على الديرة وكانت هنا الدنيا وقت الغروب غايب الشمس وفي هالحالة ما عاد يقدرون يرجعون بهالليل الدنيا ليل والناقة هذي مش هتبهم مسافات بعيدة وهذا محمد لما انجه حلقه يطق أو جوزته يطقه من العطش بس وده دمعة مي يا يبا الله يصلحك الله يهداك قال يا ولدي والله هذا اللي صار وفلتت الناقة وهذا محمد عطشان وجوعان شون دي يسوي الحل الرائي قال والله الرائي يا ولدي يا محمد الرائي الصبر ويدنا نطول بالنا الحد ما يطلع علينا الضو في صباح اليوم الثاني ونرجع على ديرتنا ونلاقي ناقتنا هناك عند البيت محمد هذا حزين على هالوضع المأساوي اللي فيه والناقة اللي المفروض هي تكون مهر حبيبته الآن هربت وممكن انها ما ترجع على البيت ممكن نضيع ممكن يأكلها ضبع يأكلها وحش وصارت الافكار تاخذ محمد وتجيب والمهم عتمت العين وصارت الدنيا ظلام شوي ويشوف لهم ضو من بعيد ضو نار الظاهر انه فيه بيوت شعر قريبة من هالمكان والمنطقة سهلة ويقول الشايب لمحمد قال ياوليدي الظاهر انه هذا بيت شعر بعيد خلينا نروح لعندها الجماعة اقل ما يمكن ناكلونا لقمة ونشرب دمعة مي وفيه اليوم الثاني يخلق الله ما يشاء ويقومون يمشون لحد ما وصلوا لعند النار هذه وقال لبيت شعر ياهل البيت ياعرب يلا حيهم حي الله بالضيف الجماعة شابين النار ومشغلين القهوة يا حي الله ياهلا وسهلا استقبلوا محمد وابو محمد وقاموا بالواجب وحطوا له ملعش وخير شيني سالفتكم وين شجايبكم بهالليالي قالوا والله سالفة كذا وكذا والظاهر اننا احنا عاقلين الناقة مضبوط والظاهر انها رجعت على البيت قالوا ليس الا امركم سهل وباشر تردون دياركم ان شاء الله محمد ما عرف شلو اني نام الليل كل الليل هو يقلب بيمين ويسار المهم اصبح عليهم الصباح ذاك اليوم ومحمد ما عرف ينام له ابو ساعة زمان ووده بس يقومون ويرجعون على بيت الشعر ولعله وعسى انهم يلقون الناقة قدامهم لكن الان قدامهم مسافات بعيدة جدا والدنيا صيف وقيض قولات العرب واهل البادية ودرجات حرارة عالية جدا وغبار وهوى جماعة قاموا بالواجب وفطروا ومحمد وابو محمد واستأذنوا منهم السلام عليكم وعليكم السلام مع ألف سلام وركبوا رجليهم وقالوا يا كريم الشايب هذا صار يعني يشوف محمد ينظر على ابنه محمد يقول هايا محمد هايا يبعونك يقول له لا صرت بس صمان والقيض حديك ايا حسينة دل ايا المطية يعني الشايب ابو محمد قاعد يقول لولده لا صرت بصحراء الصمان والقيض حديك انت في وقت صيف ودنيا وحر وشوب ومي ما فيه ايه تختار حسينة دل ولا المطية تختار الفتاة الجميلة هذه ولا الناقة اللي هي اللي منجية بعد الله عز وجل وطبعا بالنسبة لحسينة دل هي صفة يوظفونها عادة لوصف الفتاة الجميلة في القصائد الشعرية مثلها مثل عدة كلمات مثل يعني اللي الدل على جمال جمال الفتاة يقول لك رعبوب ولا الجادل حسينة دل قايد الغزلان وخشيف الريم وصافية الثنية ووضاحة الثنية وكثير من المصطلحات الشعبية اللي كانوا يستخدمونها وهالمصطلحات هذه كلياتها الدل في معناها على جمال الفتاة وحسن مظهرها ماشي الشايب هو ولده وبهالصحراء ومحمد باله عند الناقة والشايب قاعد يعلم محمد درس محمد ماشي وذاب حلعطش والشمس فوق راسه مخه صار يغلي من حرارة الشمس والشايب كله شوي يقول له بيت الشعر هذا لا صرت بالصمان والقيض حديك ايا حسينة دل وايا المطية محمد كذلك شاب فارس وماهو سهل ويقوم يرد على ابوه بعد ما وصلت معاه الحكاية يعني رد على ابوه اه 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 يعني مؤدب وجميل قال الله كريم ولا ومر بتهاليك ولا ومر بفراغ صافية ثنية الله كريم ولا ومر بتهاليك ولا ومر بفراغ صافية ثنية لا صرت بيام الرخاء عندهاليك حبة حسينة دل تسوى المطية لا صرت بيام الرخاء عندهاليك حبة حسينة الدل تسوى المطية يعني يا يبا الله يطول بعمرك الله كريم والله ما عنده غير الزين والله سبحانه وتعالى ما أمر بالتهلكة ولا أمر بفراقة جميل والجمال والبنت هذه صافية الثنية الجميلة اللي أحبها وأريدها وانت ما تفعل تدفع مهرها الناقة هذه ولا صرت بيا مرخة عند أهليك ولا وصلنا أهلنا بخير وسلامة الحبة أو البوسة من خد حسينة الدل تسوى الناقة وأكثر من الناقة هذا الولد عقله عند صافية الثنية البنت هذه اللي ما أخذ عقله ومهبلته المهم ما لكم بالطويلة بعد ما قطعوا مسافات طويلة وشمس وعطاش وجوع لما وصلوا على بيت الشعر وإلا أنه قضاوية قدام بيت الشعر ومحمد قال يا ربي لك الحمد لما وصلوا على البيت طبعا أبو محمد أعطى ابنه درس ما ينساهب حياته وطبعا الشايب أبو محمد هذا ولده وحيد ولما سمع هذا الرد المؤدب من ولده ووصلوا بخير وسلامة قام حن على ولده وراحه وجدده والخطبة من أول وجديد والرجال رجع طلب الناقة وقالوا طلبك مجاب يا أبو فلانا وهذاك اليوم محمد كان في قمة السعادة والانبساط لما أبوه إعطاها الناقة وقدمها كمهر لحسين الدل وتزوج محمد من الفتاة اللي يحبها أو الله أرزقهم وعياله وبنات لكن محمد تعلم درس أبوه خذا على هالصحراء وقال فيه شغلات يعني أبدا من شغلات يعني مثلا هذه الناقة هي مركوبنا هي واسطتنا فيها الحياة مو معقولة أنك تبدي حبك وهواك وقلبك على الشيء الأساسي في حياتك يعني مثلا أنت تحبلك بنت تروح تبيع سيارتك ولا تبيع بيتك لأجل أنك تتزوجها وفي النهاية طيب هل عرب رحلت؟ شلون ودك ترحل أنت بعدين؟ من هو ودي يشيل لك أغراضك وبيت الشعر هذا؟ لا تقدر تشيله على ظهرك وأصلا الناقة راحت شلون ودك ترحل؟ شلون ودك تروح؟ شلون ودك تجي؟ لذلك الرجال أبو محمد ما كان عاز الناقة عن ولده وأكيد يفداه بروحه وموه بس بناقة لكن حبي علمه درس قبل لا يزوجه ويدفع المهر اللي يطلبوه أهل البنت وطبعا الرجال أبو البنت أبو العروس اللي يريدها محمد ما هو طمعان ابناقته أبو محمد الرجال عنده خير وحلال من الله لكن هذا كذلك اختبار للولد محمد هل يقدر يدفع مهر بنته عز ما يملكه هو الناقة اللي هي حيلتهم وفتيلتهم ولما محمد دفع المهر الرجال رجع مع بنته بدل الناقة ناقتين لأجل ما يقطع هالجماعة وأنهم يضيعون فيها الصحراء ولا يقدرون يتنقلون وهي واسطتهم وهي يعني كل ما يملكون فيها الحياة كانت هذه نهاية القصة والقصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر والدروس اللي نستفيدها فيها الحياة وفي النهاية أحب أشكر جميع الإخوة والأخوات اللي يتواصلون معاي يسألون عن صحة الوالد وكذلك اللي يدعون الوالدي من خلال التعليقات لكم جزيل الشكر والامتنان أحب أطى منكم أنه الوالد الحمد لله أنه وضعه مستقر التحسن بطيء جدا وفي مثل هالحالات مثل حالات الجلطات الدماغية ودها شوية وقت على هو ما قالونا الأطباء أنه الأمر يعني وده صبر وده شوية وقت وده دعاء لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الوالد ويشفي كل مريض يا رب وأنت وإخواني وخواتي لا تنسون والدي من دعائكم في ظهر الغيم وفي النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه